منذ مشاركتهن الفاعلة في ثورة الحادي عشر من فبراير أسست النساء اليمنيات مرحلة جديدة من النضال المجتمعي من أجل حقوقهن وإثبات ذاتهن في المشهد السياسي حققنا في سبيل ذلك الكثير من المكاسب على طريق تحقيق المساواة الكاملة والقضاء على التمييز السلبي تجاه المرأة وحقوقها ليخلقنا بذلك نموذجا متفردا في المنطقة شكل مصدر إلهام لكل النساء التواقات للحرية والمناضلات لنيل حقوقهن المشروعة إلا أنه منذ سقوط العاصمة صنعاء بيد ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014 حدث تراجع مخيف في مستوى احترام حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص لم تعود سجون الحوثيين حكرا على الضحايا من الرجال بينما تقف النساء في الجانب الآخر من بوابة السجن بل كسرت ميليشيا الحوثي هذا الحاجز فمنذ نهاية العام 2017 وأعداد النساء المعتقلات في سجون الحوثيين في ازدياد لم تعود للمرأة اليمنية تلك الحصانة الأخلاقية التي كانت تتمتع بها وبفضلها تساهم في تخفيف آثار الحروب بل وتساهم في حلها أحيانا فقد زجت ميليشيا الحوثي بمئات النساء في السجون وأعلنت أنها تمكنت من تفكيك ثمان وعشرين شبكة دعارة متهمة بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتعاطي الخمور والمخدرات وارتباطها بما تسميها دول العدوان هكذا استخدم الحوثيون السلاح الأكثر فتكا في معركتهم مع النساء فالاتهام بجرائم الدعارة مثل ضربة قاضية لكثير من الضحايا وعائلتهم وبحسب بيان صادر عن شبكة التضامن النسوي فإن أربع نساء معتقلات لجأنا للانتحار في سجون الحوثيين بصنعا منظمة سام لحقوق الإنسان أصدرت تقريرا مخصصا لهذا النوع من الانتهاكات حمل عنوان ماذا بقي لنا وهو تساؤل جاء على لسان إحدى النساء اللواتي أدلين بشهادتهن للمنظمة وقالت إنها تعرضت للتعذيب في سجون الحوثيين وأرغموها على الاعتراف بممارسة الدعارة كما أجبروا أسرتها على التبرؤ منها ظل هذا الملف قيد الكتمان لعدة أشهر حتى كشفت أصوات مدنية عن حجم الكارثة المسكوت عنها ونشر ناشطون معلومات عن ضباط ومشرفين حوثيين مسؤولين عن اعتقال وتعذيب النساء أصدرت ميليشيا الحوثي فيلما دعائيا بعنوان خطوط حمراء استخدمت فيه اعترافات صورتها لنساء معتقلات تحت التعذيب وحشدت فيه عددا من الضباط والقضاء وتحت مسمى مواجهة الحرب الناعمة دشنت ميليشيا الحوثي مرحلة جديدة من قمع المجتمع اليمني وانتهاك حرياته